أقل من عقدين من الزمن استطاعت هذه الشركة المختصة في صناعة وتصليح سفن الصيد أن تثبت وجودها لتصبح بذلك أول شركة جزائرية تتمكن من صناعة سفينة خاصة بصيد سمك التونة تخذينا على أتقناة واحدة ما نستطيع أن نقول العالمي وهو صيد التونة يجيبوهم من الخارج و يفوتو 50 مليار سنتين سعر في الجزائر يعني تقسيم النص أهداف القائمين على الشركة التي حققت نتائج مشجعة على المستوى الوطني تتجه الآن صوب التصدير الذي يرهنه ذيق المساحة الممنوحة للشركة في ميناء زموري بولاية بومردس موريطانيا كموندو جو بش حبوه كموندو ثلاثين بابور يدوهم على أخطراء احنا لذيق المكان ما حبيناش نشدوا لكوموند كما قدرش نخدمها موحال كما رأنا هنا دجارة نذيق عندنا سنك كومونتال يطوني خدمنا اللول زدنا الزاوج و بعد حبسنا حتى دمولينا دوزيان باش بدينا فترزيان كما هذا قاع راح خسار الوقت اهتمام السلطات الوصية بانشغالات هذه الشركة وغيرها وتذليل العقبات أمامها يعتبر أمرا ضروريا فبمثل هذه الشركات يمكن إنعاش الاقتصاد الوطني وإعطاؤه نفسا جديدا